فالمعروف ده هو اللي ويصلك إلى قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاخ عايز تبقى تقي عايز تبقى عندك بر ابتدي بالمعروف وحرك قلبك بالمعروف اعمل المعروف وما تنتظرش حاجة من حد يبقى خمس مرات اعمل أشياء تمروا على قلبك كده حتى لو كانت صغيرة حتى لو هتشيل ورقة من الأرض حتى لو أنك انت هتمسح مكتبك مكان اللي بيمسح المكتب حتى لو أنك انت هتشيل كباية وتحطها في الحض لأولادك حتى لو هتجيب مية لابنك محتاج مية أي حاجة عيش عيش وجدت على قلب الله الحاجة التانية حاول بقدر الإمكان تدعو للناس بظاهر الغيب هذا معروف الناس لا تمارسه وبعدين انتقي معروف لطيف خالص ادعي لأولادك في سجودك ادعي لأولادك وزوجتك في سجودك التلت أشكال من المعروف دولة هيغيروا حياتك اعمل معروف ولو صغير بشكل دائم ادعي للناس بظاهر الغيب كمان ادعي لأولادك في سجودك ده هيفتح أبواب الخير هتبتدي تعرف نفسك لأن ساعتها انت مش انت اللي بتعرف نفسك لكن ربنا بيعرفك عليك من جديد يا رب يا عنا ممن يولادون بالمعروف من جديد يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين